اه والله حاجة جميلة او النهاردة حد قابلني في الشارع والله ما بيهزر انا بتكلم بايمانة شديدة يعني راجل وزوجته الفاضلة وابناءه الصغيرين هم كانوا طول كده يعني فقيته بقول لي يا استاذ يوسف قلت له ايوة طبعا انا الفترة يمكن تقريب بقالي سنة احد يقول لي يا استاذ يوسف عارف انه يعود يتكلم معي على الدولار وانت قلت وده الدولارات البنك ومش عارف ايه كلام منه نهينا عن قصة انه مش هيوصل لعشرين وانا فعلا شاطر فاحد متخرج بامتياز straight is عايزوني يبقى يمش شاطر لده احنا شطار شاطر وانا ما ليش علاقة بهذه القرارات بس اسيبك مني انا بتكلم بقى على بلد الشطار وهل هبط سعر الدولار نعم لانا لقيت راجل بيقول لي الدولار بدأ ينزل زي ما حضرتك قلت او اساذ يوسف قلت له يا سيدي يقول يا باسط ربنا يكرمنا ويقع الارض قولي يا رب احنا نتمنى طيب سعر الدولار في السوق الموازي او في الاسواق السوداء كان وصل لرقم شديد الغرابة بل ومخيف وصل تقريبا لحدود 75 جنيه مصري تروح تغير ورقة خضرة يقول لك هوا 75 باشا وقتها لو تتذكروا على مدار هذا العام المنصرم 23 اقول لك لا ده من سبتمبر 22 وانا قاعد عمال بزيد وعيد يا جماعة فقاعة يا جماعة غلط يا سادة دي مضربات يا جماعة حتى انه زميلي زميلي اللي بيشتغلوا معايا اصحابي الروح بالروح كل يوم يوسف تجيبش سعر الدولار يا يوسف ده الناس بتقعد تقول الناس بتقعد تزيد لهم يا جماعة هي المسألة اصلها مش شغل فهلوة مفيش حاجة بتقول انه يصل السعر الى هذا الحد دي مضربات وناس بتستفيد طيب وصلنا لل75 وبقت وكأنها عتبة وبعض الناس قال لك بس ولسه 80 وتسعين وهيوصل 100 واصله النهاردة السعر كام يعني يوم 31 يناير 1 فبراير كان بيتكلم في ال75 النهاردة يوم 4 فبراير والسعر هبط الى ما دون ال55 اجيب لك بقى يعني تبقى اللي هو منشور عا جوجل لما تيجي تكتب سعر دولار في السوق السودة هيطلع لك 600 موقع بيقولك ان السعر 53 جنيه ده معناها انه السعر نزل تقريبا من 20 ل 22 جنيه يعني السعر نزل تقريبا 26 27 في المية صح لازم هنا نحط اسئلة نقول يا طرى هل طرى هل كان هذا متوقعا انا اول واحد هقولك طبعا بس اي خبير في الدنيا مالي وخبير نقدي وخبير نقود وخبير اقتصاد اي خبير عظيم كل الدكاترة والاساد زي اللي جوه واللي بره هيقولك الاتي هيقولك ان هذا السعر لم يكن يمثل السعر الحقيقي نفس الجملة اللي انا باستخدمها الان تنشر في الصحفة في المواقع فقاعة الدولار ده المصطلح اللي انا استخدمته من سبتمبر 2022 وحتى هذه اللحظة ولازلت بقولك هناك فقاعة لسه الفقاعة اتضربت وحواليها فقاقع صغيرة بتتضرب اول حاجة غير انه تجار السوق السودة دلوقتي وانا وانت بنتكلم اهو لو رحت قلت له انا معايا دولارات عاوز بيع لا يا باشا والله ما بشتريش طب عايز اشتري ما سيبني ها طب عايز قد ايه طب ادي لي يومين وانا ادبرلك ايا كان الساعة ده انت لقلت له الف دولار ادي لي يومين وادبرلك ليه بقى هم قاعدين شغلين بالهم بانه هم يطلقوا حدوتة جديدة بتاعت ايه ده هينزل شوية وهيطلع تاني لا يا روح الروح مش هيطلع تاني في 17 قلتلك ايه قلتلك لن يزيد عن العشرين وربنا سبحانه وتعالى كرم وفعلا ما زادش عن العشرين بل انخفضة حتى وصل لسعر 15 ونصل حد ما جات كورونا وجات الحرب الروسية الاوكرانية وما الى ذلك من ازامات اقتصادية عالمية وقلنا ان هذه الاسعار هي فقاعات بسبب المضاربين ومن ناحية اخرى احنا بنتكلم على التضخم مستورد ما هواش نتيجتنا احنا هل ده معنى ان كانت يعني كل اجراءاتنا بقولك لا ما كانتش كل اجراءاتنا كحكومة سليمة ولكن الاساس ما كانش هنا طب هو هينزل تاني عن انترنت وخمسين ايه نعم لحد امتى مش هقولك هتقولي عشان ما تطربتش من لسانك هقولك لا علشان دي بتاعت البنك المركزي هو اللي يقول دي مش بتاعتنا لكن اقدر اقولك ايه انسى كل اللي فات هذه الاسعار لن تعود مرة اخرى في سعر هذه الورقة او العملة النقدية الخضراء لن تعود هينزل كمان طب ما هو فيه هنا بقى عوامل بص بتوع السودا مصدومين مخبطين على دماغهم خبطة الله ينور طب تعال نروح على تجار الاجهزة الكهربائية دول قاعدين يا ولداء في حالة مش قادرين يفهموها ابيع ولا ما بيعش ده احد رفعنا الاسعار طب يبيع على الغالي بزمون هيقولي ما الدولار نزل يعني ابيع على الرخيص طب ده بتوع السودا بيقولي هيغلى تاني انا اعمل ايه فالسود دلوقتي واقف ما بيتحركش ده سود الاجهزة والبضائع والمش عارف ايه الناحة تاني بتوع السودا قاعدين بيلف وحوالين نفسهم طب ما تيجي نسأل ايه السبب تعال نشوف الله ده قرار الاجتماع بتاع البنك المركزي يوم الخميس اللي فات على طول ده رفع الفايدة متين نقطة يعني اتنين في المية فيبدأ يجتزب نقد محلي ادي واحد اتنين كل الحديث وهو صحيح بالمناسبة عن انه الاتفاق بتاع رأس الحكمة قابق وسيني او ادنى الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات من دولة الامارات العربية الشقيقة زائد مستثمرين مصريين الى اخره فهيصبح في عندي ضخب امر الله سبحانه وتعالى اقدر اوصفه بالمهول من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري وقدرت باثنين وعشرين مليار دولار وكسور وده اللي ما عجبش بعض من السادة الزملاء والاسادزة اللي عن راسي جيبونها اسمع وانا بتكلم بامان قالك طب ازاي هو في حاجة اسمها مقدم باثنين وعشرين احنا ماسمعناش عن كده طب قاديك سمعت تزعل لا يجي يحط لك جملة كده في الجنب يقول لك ايه ما هو دي حاجة تسير حاجة في حاجة مش مريحاني ليه ايه اللي ما يريحنيش ان انا اعمل اتفاق حلو واحصل منه على هذه الكمية الوافرة من العملة الاجنبية الامريكية تحديدا فاقدر سد الاحتياجات بتاعتي الى اخير والله انا عندي القطاع المصرفي الداخلي محتاج كذا المستوردين محتاجين كذا الاخ الاخ هو دي حاجة تزعل طب ما ده معناه ان في حد عاوز يساعدك ودي حاجة تزعل لما يساعدني اشقاء ويساعدني مستثمرين وطنيين ازعل لا هنا يبقى في حاجة مش مريحة بالعكس ده منتهى الراحة فيبقى قصة رأس الحكمة حدوتة حدوتة وهيجي في يوم بقى وهنعد نحكيها كلها بتفاصيلها من اولها لاخرها علشان انت تفاهم بس انا دايما من انصار ايه هذه الاتفاقات الكبرى لا تعلن تفاصيلها الا عند اتمامها طيب ده معناه ايه بقى معناه ان احنا على رأس الحكمة عشان الشيء بالشيء يذكر وهو امر مهم رأس الحكمة مع العالمين الجديدة مع وانت بقى نازل تحت شوف انت عندك كده وجهات في السحل الشمالي اوعى العالمين الجديدة وتيجي رأس الحكمة بأمر الله وده طبيعي ان احنا نعمل كده نتفوق كمان في رأس الحكمة عامة في العالمين الجديدة ما هو دي اية من ايات ربنا سبحانه وتعالى في تطور البشرية انه ما يأتي يكون اكثر تطورا اكثر قوة اكثر ابهارا اكثر تقدما الى اخير طب ما انا عندي كمان شرم الشيخ وعندي مرسى علم عندي الخط بتاع البحر الاحمر ده يا السلام هو استثمارات شرم الشيخ قامت على الاستثمارة المؤجنبية والمحلية المباشرة استثمارات خاصة مباشرة نفس القصة في مرسى علم الاخ 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 فيبقى انا عندي قرب الانهاء الكامل من اتفاق رأس الحكمة بأمر الله ولنا في ذلك برضو كلمتين مهمين علشان دي حاجة بتغيز لما لاقي ناس تبدأ تذهب الى الرعونة او العبط في بعض الاحوال او الاستعبط حلوة الاستعبط دي في ناس عجاوية تستعبط يعني عارفين كويس بس يحب يستعبط يسوق الهابالة على الشيطانة في ناس غاوية كده فيشيروا او يصرحوا ايه اللي بنعمله احنا هنبيح حتة من مصر ازاي يعني يعني مثلا فلان الفلاني راح اشترى حتة ارض عشرين فدان خمسين فدان زي ما يطلع في السحل الشمالي عشان يعمل عليها قرية السحل او كده انا اشترى حتة من مصر طب حضرتك ربنا رزقك وخدت بعضك وروحت اشتريت لك حتة ارض في كندا وبانيت عليها بيت عيادة مصنع مول يبقى انت اشتريت حتة من كندا او من امريكا او من انجلترا او من فرنسا او من اسبانيا او من المانيا او من الصين او من روسيا لا طب انا لو معايا فلوس وروحت اشتريت قطعة ارض عظيمة في شارع الشيخ زايد في دبي في الامارات العربية يبقى انا اشتريت حتة من الامارات من امتى ده يعني في انهي عرف في انهي قانون مش موجود استثمارات عربية ومصرية وجايين بيشتروا اراضي بغرض الاستثمار وبيشتغلوا فيها وميت فل واربعتاشر يا اهلا وسهلا اللهم زيد اللهم بارك اللهم زيد اللهم بارك بلاش خلط الاوراق وبلاش ناس تقول كلام مش فهمه وبلاش ناس بتستعبط في ناس بتستعبط منها من يشير ومنها من يصرح بس اللي اتنين بيستعبطوا لانه اللي اتنين عارفين انه ده استثمار طيب يبقى دي قصة رأس الحكمة هزة السوق بتاع السوق السودة ده حتة هزة ضبط الضبط تعال داخد الخطوة التانية صندوق النقد الدولي اقترب ايضا الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي طيب ده معنى ايه؟ معنى ان هناك موثوقية عالية في الاقتصاد المصري وقدرته الدائمة على الوفاء بالتزاماته بس كده لا ده الاتفاق الجديد بتاع السندوق بنتكلم فيه في ايه؟ هو انه يا جماعة احنا حلوين ايه رأيكم فينا؟ لا مش ده الكلام الكلام على انه انا كان عندي برنامج تمويل من السندوق بتلاتة مليار البرنامج الجديد اللي احنا بنتفع عليه واحنا بنتكلم ومن كام يوم والمدة ايام قليلة قادمة بنتكلم في سبعة مليار او زيادة يعني هتبقى الحزمة بتاعتي بتاعت التمويل من السندوق مش تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة هتبدأ من سبعة ويمكن تزيد فضربت السوق السوداء ليه؟ لانه ده معناه انه هتحصل تدفقات نقدية من العملة الصعبة تدخل برضو في القطاع المصرفي المصري وبالتالي تبدأ تساهم في حلاء المزيد او تحل في بقية ازمات طيب تعال بقى التالتة الاتحاد الاوروبي اقر ايه؟ اقر حزم الدعم مالي واقتصادي اضافية جديدة لمصر وده اللي اكد عليه مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار والتوسع اوليفر فارهيلي هو اتصل بمعالي وزير الخارجية سيد سامح شكري من يومين من 48 ساعة وقال ان خطة الاتحاد الاوروبي هي لضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليار دولار احنا نتكلم على تصريحات رسمية من مين؟ من الاتحاد لوزارة الخارجية المصرية وانه هذه الاستثمارات وهذه الاتفاقات وهذا الاقرار لازال قائما وانما سنبدأ في الترجمة فورا يعني نعد فلوس بعد انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى رأس الحكمة صندوق النقد الاتحاد الاوروبي ادي التلاتة فانا هنا بتكلم على بإذن الله سبحانه وتعالى مقدار هايل بأمر الله رائع ان شاء الله عظيم اللهم لا حسد من التدفقات النقدية احنا بتتكلم في فترة قد كده قد ايه انا ما اقولش حتى لو عارف مش هقول حتى لو عارف مش هقول بس انا بتكلمك على انها فقط قد كده لا حاجة كده حاجة في الزغطة فهيبقى المركزي المصري القطاع المصرفي المصري لدي من الدولارات اللي بتسد احتياجاتنا وشويتين زيادة هنا بقى يجي سؤال مهم اذا كانت اغلب التجار اغلب المستوردين بيصعر طبقا فاكر الاسبوع اللي فات ما قلتلك وانا كنت في الكلام ده اوجهه نقدا للحكومة ولوم ولوم شديد الوضوح يا جماعة ما ينفعش ابدا الاسعار تزيد كل 48 ساعة الناس قلتلك ده ب75 ارفع لا استنى 65 زود الاسعار 68 زود الاسعار تاني 70 زود الاسعار 73 زود الاسعار 75 زود الاسعار فزودوا الاسعار دب 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 اصلا هيبقى ب75 فتقعد مع اي تجار او مستورد يقولك بص انا راجل رأس مالي بضاعة طيب يعني ايه مولانا يقولك ما هون راجل اه ممكن ابقى استوردت بسعر دولار اقل من كده بس انا لازم اجيب نفس حجم او عدد البضاع لو انا بجيب ميت غسالة لازم اشتري ميت غسالة جداد استوردهم مثلا او اشتريهم من المصانع المحلية وهما المصانع المحلية بتستورد ايضا مكونات بتضعها في هذا المنتج المحلي اللي هو تم الصنع بقولك فانا لازم اجيب الميت غسالة حطهم في المخزن ماشي يبقى لازم اصعر على تسعير الدولار بتاعت السوق السودة زي ما بتطلع عشان عرف اجيب الميت غسالة دول فتبقى قاعد كده مكتوب في اليد اه طيب ماشي فتبقى تتناقش معها طب ما تنزل شوما في همشو الارباح حتى لو نزلتها ماشي هنزل خمسة في المية من همشو ارباحي هتفرق معك لحد فين واحد ولا تنين في المية ده كلامهم انا اقتنع بيه ولا لأ دي قصة تانية لكن السؤال هنا اللي لازم يطرح وبعد ما نزل من الخمسة وسبعين للتلاتة وخمسين ما نزلتوش يعني الاسعار كل تمانية واربعين ساعة ده بقى اللي لازم يتقال للتجار لما نزل من الخمسة وسبعين للتلاتة وخمسين ما نزلتوش وقال الاسعار ليه هنا ممكن تخش فيه ما يطلق عليه عند الناس بتاعة الاقتصاد مالاش أنا حينو الانسرتينتي عدم اليقين ليه لأنه تجار السوق السوداء بيلعب في دماغ التجار والمستوردين بقى تجار السلع والمستوردين يقول له ايه سيبك ده هينزل شوية وهينط فيعمل يعمل ايه بقى تجار المنتجات والاجهزة يروح حطت ساكت وحطت ايده على خده ويقول لك بس وقف لي بيع او هفضل ابيع على السعر لغير الحد بتشوفها يحصل ايه هنا ييجي دور الحكومة واجهزتها الرقبية اعلم جيدا ان الدخلية شغل نار على السوق السوداء نار والله ينور وتسلم ايديكو الف مرة ومليون مرة في اجهزة رقبية بتاعة وزارة التجارة الداخلية اخص بالذكر حماية المستهلك سادتي الكرام حكومتي العظيمة ايا كان الجهاز الرقابي في اي وزارة انا اعلم ان هناك حكومة مجلس وزراء مصر اتصرفوا اتصرفوا الدولار وقعوا والاسعار ما وقعتش هتعملوا ايه لازم بقى ناخد بعضنا وننزل انا مش هستنى انه نفتح فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك في بعض المدن او المحافظات اللي ما فيهاش انا ده ما فهموش انا افهم بالضرب الدرب بقيد من حديد افهم انه السعر نزل تعالى افتحلي الدفاتر ووريلي السعر التجاري اللي انت جايبه من المصنع وبتحط عليه هوا مش ارباح قد ايه علشان تعلق السعر ده على التلاجة والغسالة والسخان والتكيف والبتجاز هوا مش مص دم الناس